كل أمثلة مرايا القطع المكافئ التي تناولناها كانت مقعرة كان كيف؟ وهذا يعني أنك تعلم ماذا نعني بمقعرة فقط لتوضيح ذلك المرايا المقعرة تكون مفتوحة للخارج من جهة الجسم في معظم الأحالات من ناحية الخارج حيث تتكون الصورة لذا يهمنا داخل السطح للمرأة هنا الطريقة التي أتذكر فيها المقعر هو الشكل الكهف نستطيع إظهار هذا الجزء هنا كالداخل للكهف أي هي نقطة البؤرة وهنا كان المحور الرئيسي وكان لدينا أجسام وشاهدنا كيف سيرتاد الضوء عن المرأة ويسير خلال النقطة البؤرة إذن لقد قمنا بالعديد من الأمثلة في الفيديوهات السابقة في هذا الفيديو سنقوم بمثال سريع عن استخدام مرأة محدبة على شكل قطع مكافئ إذن مرأة محدبة مكافئة وفي هذه الحالة سنأخذ بعين الاعتبار الجانب الآخر من المرأة وهنا نهتم بشكل السطح الخارجي للوعاء لدينا تصور مرة أخرى لدينا شيء كشكل القطع المكافئ هذا هو المحور الرئيسي هنا هذا هو خط التماثل ما زالت هذه نقطة البؤرة المركز ما زال هنا السطح العكس هو في الخارج إذن إن سطح العكس فيها نوع من البروز وهي على العكس من شكل التجويف إلى الداخل وهذه طريقة أخرى لتتذكر المكعر يبدو كالمجوف وفي هذه الحالة ستكون هذه محدبة لنفكر ماذا يحدث لو وضعنا جسم في الخارج هنا على افتراض أن هذا سطح العكس إذا وضعت الجسم هنا ماذا سيحدث؟ لنقوم بنفس التمرين ما نريد عمله هو سنسقط شعاع موازي يمكن أن نرسل الأشعة في أي اتجاه من أي نقطة هنا لأنه لدينا مصدر روء هنا لم أرسل مصدر روء من قبل لأنه ينعكس بشكل مبعث عن هذا الجسم إذن هذا الجسم يصدر أشعة تضوء في كل الاتجاهات إذن الأشعة المتشتتة المفيدة لنا والتي انبعثت من هذا الجسم هي تلك الأشعة التي تكون موازية للمحور الرئيسي وتلك الأشعة التي تسير عبر المركز لنرسم أشعة الموازية للمحور الرئيسي لن أقوم بحل هذا بشكل رياضي هنا لكنه إذا ارتد عن خارج المرآة المكافئة فإنه سوف ينعكس بعيدا كأنه قادم من المركز هكذا المركز هو على الجانب الآخر من المرآة إذن هو سينعكس بعيدا كأنه قادم من المركز إذن هذا الشعاع سينعكس هكذا وبعد ذلك إذا كان لدينا شعاع آخر من رأس الجسم هنا من أعلى السهم وكان هذا الشعاع يسير في اتجاه المركز حسنا المركز هنا لنرسم الاتجاه حسنا لدينا شعاع النصاقة يسير في اتجاه المركز عندما ينعكس سينعكس بشكل موازي للمحور الرئيسي إذن سينعكس بشكل موازي للمحور الرئيسي إذن ما هي النوع الصورة التي ستتشكل واضح أن هذين الشعاعين لن يلتقيا أو يجتمعا ولن يكون بإمكاننا عرض صورة على الشاشة أو قطعة قماش ومشاهدتها هذين شعاعين يلتقيا لن يلتقيا ولكن إذا لاحظت الأشعة ستبدو كأنهما يتشعبان من نقطة معينة هذا الشعاع الذي إنعكس للخارج بشكل موازي يبدو كأنه قادم من من إذا نظرت مباشرة خلف المرآة هذا الشعاع يخرج من ويبدو كأنه يخرج من هذه النقطة إذن يبدو كأن الأشعة تتشعب من هذه النقطة على الجهة الأخرى من المرآة ليس فقط تبدو كأنها تخرج من هنا لكن الصورة الحقيقية ستبدو هكذا يمكن أعملها من النقطة الأخرى على السهم ويمكن أن أخذ أسفل السهم يمكن أن يكون الضوء يسير بشكل مستقيم إلى المرآة الحقيقية ثم ينعكس بشكل مستقيم إذن سيردو كأنه يأتي من نقطة خلف المرآة في الخلف هنا يمكن عمل أشياء أخرى يمكن رسم عدة أشياء حتى نرى صورة كاملة يمكن أخذ النقاط من هنا ولنقول أنها ستطابق مع نقطة هناك الشيء الذي أمل أن تدركه في هذا الفيديو هو عندما نتعامل مع مرآة القطع المكافئ حيث الجزء الخارجي هو سطح العاكس فيها ولن تتكون صورة حقيقية بل ستتكون لديك صورة خيالية فيش والإيميش هذه صورة خيالية مثل التي تراها في مرآة بيتك لكن أعتقد أن تلك ليست مرآة قطع مكافئ وأيضا ستتكون صورة أصغر ونرى هذا النوع من المرآة في كل الأوقات خاصة في الزوايا إذا رأيت ركن أو زاوية لنرسم قاعة أحيانا نرى مرايا هنا في زاوية هذه القاعة وسترى أن الناس وهم يسرون حول الركن السبب في كون هذه المرايا مفيدة هو أنها تعكس الضوء من كل الاتجاهات وبذلك يمكن أن ترى حول الأركان أو الزوايا هذا ليس أفضل الرسم إذا سأرسم مرة أخرى المرايا ستبدو هكذا وأحيانا قد تراهم في مقدمة الممرات للمحلات وبهذه الطريقة سيتمكن أصحاب المحلات من رؤية أي شخص قد يدخل أو يسرق على أي حال أتمنى أنك وجدت ذلك مفيدا